موسيقى بإشراف هيئة رعاة الوامبوبين وزارة التربية ومتابعة مدير العامل التربية 2 انطلق الاختبار التشخيص الخاص بالقبول في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2024-2025 للصف الأول المتوسط بمشاركة 23 طالب وطالبة من الطلب المميزين بعد تقديمهم للمدارس الموهوبين وفق شروط القبول الخاصة بهم باستحصال معدل 97% في امتحانات السادس الابتدائي لامتحانات الوزارية واستحصالهم 100 في مادتين العلوم والرياضيات انطلق هذا اليوم الاختبار يوم السبت الموافق 7-9-2024 بعدة سلسلة من اختبارات منها اختبار الذكاء والإبداع الذي يستمر لمدة ساعة ثم اختبار مادة الرياضيات لمدة نصف ساعة ثم اختبار العلوم لمدة ربع ساعة ثم اختبار الذاكرة لمدة عشر دقائق راجين لطلبتنا دوام التمييز والنجاح مهند حازم مدير مندس الموهوبين في نينوه الانتحان هو مشابه لما هو موجود في مدارس المتميزين لكن على مستوى اعلى على مستوى اعلى طبعا ويحتوي على كافة المجالات من اختبارات تخص اختبارات الذكاء والإبداع والاختبارات الرياضيات والعلوم وانضاف هالسنة اختبار الذاكرة كل هاي الاختبارات راح تكون يعني مقياس لمدى امكانية قبول الطالب في هذه المدارس بصورة عادلة لكون مدارس الموهوبين تحتاج ان يكون الطالب في اعلى المستويات العلمية والإبداعية حتى يكون قادر على انه يشتاز ويتخرج من مدارس الموهوبين اللي اعطت الكثير من المواهب والطلاب المتميزين في جميع المجالات معنا ابراهيم عبدالله مدرس في هيئة رعاية الموهوبين